معك يلي قلبك صافي وباري معك كل لحظة يا أجمل صديق عشان دحكة صافية عشان كلمة دافية عشان فرحة تصهر في آخر الطريق سؤالنا تجاوب ونبدأ حكاية وتسعد قلوبنا في أجمل بداية جوابك يفيدنا ولو كان بيئدنا معك كنا ننطلع حد النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في برنامج صانع السعادة بننزل الشارع ونقابل الناس ومعنا الأظروف دي الأظروف دي فيها جوائز مالية قيمة بس علشان حد ياخد منه ظرف لازم يجاوب على سؤال حسألهله يمكن يفرح لأنه جاوب صح وفاز بالظرف وممكن يفرح لأنه عرف معلومة جديدة لكن الأكيد أن الكل فرحان وسعيد مع صانع السعادة الله على الناس الجميلة اللي وشهاها مليان طيبة ما تيجي معايا أصدر أمير نشوف إيه الموضوع السلام عليكم عليكم السلام ونحن مطلعه وبركاته زكا حاج الله يبارك فيك أستاذ إيه العادة الجميلة الله يبارك فيك أستاذ الله يبارك فيك أباج 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 وانت الراجل جميلة والله يبارك فيك والله انت الأحسن يا سيد ووشك كله طيبة والله يبارك فيك أستاذ والله انت من بنسو في حاج؟ اه من بنسو في حاجة؟ من الواسط وانت عادي يعني بيستني شغل ازاي؟ عادينا بالله يعني اي حد يجي اخدنا نطلع له شغل رملنا نطلع له شغل الزلط اي حاجة يعني اي شغل يعني بس انت تقدر تطلع رمله وتشيله والحاجة؟ والله هم نفسهم يعني بنقول نعمل ايه ما هم مش لقين شغل غير كثير والناس طبعا انت عارف الوقت تبقى بيدور عالشباب ما حدش راضي ياخدنا معا نشتغل اه بنقول انك الرب من يرزوها باي شغلانا وخلا اقول لنا شغلانا هنا ولا اي حاجة ولا حاجة يعني بواحد حالتك كده ياخدنا يشغلنا فرايا اي حاجة ما عرفتناش بيك يا حاجة؟ انا اسمي عبدالهادي مفاهمة بقمها حاجة عبدالهادي؟ الله يبارك فيك بارك وشك كله طيبة ع حاجة عبدالهادي؟ الله يبارك فيك يا استاذ والله بس انا عايزك تتحق بس اي بارك فيك يا استاذ والله بنا يصلح علي تلي كم سنة حاجة؟ واحد وستين ان شاء الله بتجوز؟ اه عندك اولاد؟ اه عندي خمس اولاد وامهم ماتت وطبعا ثلاث بنات مجوزهم وجوزت عائل والتاني دي ما جوزتوش يعني في الجيش كلهم في مانسوين؟ اه كلهم في مانسوين انت كنت بتشتغلي حاجة؟ انا كنت بأجر ارضه وزرحها بالاقار يعني فطبعا بطلت ازارها بالاقار دلوقتي وقلت اطلعها كده على مصر لانا غفرها اي حاجة اشتغل فيها يعني وعيلك بيودوك وكده؟ اي بقى انا بودهم وهم يودوني يا صعيح وعندك احفاد طبعا احفاد؟ اي يوم عندي احفاد من البنات البنات مجوزينهم خلفيه اول حفيد ليك عنده كم سنة؟ اول حفيدة يعني بالبيت عنده 33 سنة اللي هي كبيرة نورة بني حفيدتك ولا بنتك؟ بنتي وبنتي يعني كبيرة عندها بنات كبيرة يعني تعلمين؟ ايوة الثلاث بنات معلمين هم وانت بتيك كلهم بقى نسويف وترجع؟ لا هنا بقى بعضين مع الناس هنا عادين بالاجارة بعض معهم يعني اسبوع عشر ايام وربع تدفع جرد دي حاجة؟ هم بقى بيمشوا بتبع النفر يعني يعني مثل اذا عليك عشرين جنيه عليك ثلاثين جنيه في العشر ايام لتعودهم عليك خمسين جنيه زي ما بتيكي معهم يعني في شغل وكده حاجة؟ والله يعني بقعد يمكن بالعشر ايام ما بشتغلش يوم والله يقدم مش يعني ما بقولكش عشان اي حاجة والله والعشر ايام خمستاشر يوم اللي عادي اشتغل اليوم وغلا اخر ما بفلز بروح واخر يوم اشتغلت ايام تحاجة؟ يعني والله ما اشتغلت كن كليه اجي خمستاشر يوم دلوقت جيت هنا تعادت عشر ايام وروح وجيت تاني لسه جايب قالت ايام اوه ودينا اقعد على فضو الله متى النهاردة كده اقعد بالك اديه؟ انا والله من ساعة سابعة صوب هنقعد على هنا في الميدان ايام دا ليلة القادرة دا لسه ربنا مقاردش بالعامة ان شاء الله ربنا يريد الخير باسن الله حك ربنا يفرقى ان شاء الله الحمد لله رب العالمين ربنا يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله ونويت رجع على بلد انت؟ والله ان على حسب ما ربنا يرزقنا بمصاريف حتى داخل علينا رمضان وقلنا نجب مصاريف رمضان وبتعبة مستنيين يعني فرج من عند الله يعني رزقنا باي الفلوز هلا باقوة عشان تجيب ايه في رمضان ايه حاجات المطلوبة لرمضان يعني ان كان الاكل والله الشورب وانتعالى في رمضان بيبقى بحب الحاجة الحلوة والبلح والطمر والحاجات دي والعساير هو بتبقى مصاريفه زيادة شوي بس انت معك تعليم اي حد؟ انا معش تعليم خاه ولا بتقرى ولا اكتبى ولا بقرى ولا بكتبى انا اصلا احتبر برضو من اه كان ابويا فقير ما قادرش يدخلني المدارس اذا فضلت الحد التانية ابتداي وطلبوا باريزة وقولت له ما لقيتش في الباريزة طلحت من المدارسة وقت طلبوا باريزة؟ اي وقت اي وقت ايامنا باريزة والكلام ده في بدر يعني ماشي بصارحة كالصراحة اللي بقول عليه بقولك طلبوا منا باريزة ابويا مكنش معي الباريزة قالوا قالوا رحت بقى معه لغيته وبتاعه ابويا برضو كان رجل زي حالاتك ما عندوش ملك ولا حاجة يعني طب انت وانا دلوقتي حاج في برنامج اسمه صانع السعادة ربنا يستعيدكم جميعا ويدوموا عليكم من خير يا رب العالمين احنا عاملين مسابقة اهه يعني بدي اسألك سؤال ولو جاوبت بيكون ليك جايزة مدينة ما جاوبتش ناخد منك اي حاجة واحنا ماشيينة ماشي عاناني حاجة ربنا يستعيد حاجة ماشي حاجة ربنا عايز سألك سؤال ربنا يقدرنا السنة السنة فيها كم يوم تلتمية ستة وستين يوم تلتمية ستة وستين يوم تلتمية ستة وستين يوم تلتمية ستة وستين تلتمية ستة وستين اهه مش الموضوع زايد معك شباب ما هو تلتمية ستين يوم يعني تلتمية ستين اهه تلتمية ستين يوم تلتمية ستين يوم طب ما نقرب مسافات يعنيًا 365 زود على ش galleries ما هي 360؟ 362 كمان زود 63 أخي مرة زود؟ 64 لأ زود كم مرة؟ 65 صح السنة فيها 365 يوما قول لحق نعم أنا لما شوتك قاه دي العهدال الجميله دي بجد نعم أنت راجل طيب والله يبارك وشك لك إقول من زودكو أستاذ والله والله شك لك راجل طيب أوه ربنا نسلح copy انا حبيت اجاوض معاك ربنا يصلح حاجة جميلة وشموسة اشرفت بك والله العظيم والله وتحس انك قاعد في مراجيح اشرفت فالله هي على حسب الوحد بيدور على المكان اللي هو الخالي يعني انه قاعد فيه انت قاعدين بدريم انا قاعدين من ساعة سبعة الصبح انا مبسوط ان انا قابلتك بجد انت رجل طيب ربنا يصلح حاجة ربنا يساعدك يا استاذ والله ربنا يزيدكم يا رب انت حاجك ست معنا جايزة ملايا الله يبارك فيك يا استاذ ربنا ربنا يزيدك حاجة اتفضل حاجة ده رزق ربنا اللي بعتوه لك ربنا يزيدكم ربنا يزيدكم ويجعلكم في مزان حسناتكم كلا ويدونكم للخير والاهل الخير يا رب العالمين ربنا يكرمك ويديني الناس الطيبين ربنا يبارك فيك يا استاذ ويدوني كلها طيبة وقصادة ويدون عليكم السعية في الخير على دور انا مبسوط ان انا شفتك من عربي ربنا يجعله في مزان حسناتكم يا رب العالمين ويسعدكم كمان وزي ما بتسعدوا الناس والله ربنا يسعدكم ويسعدوا الناس ربنا يبارك فيك ويرزؤك يا رب العالمين ماشي يا حج مش عايز تردين حاجاته ما نمشي الله يبارك فيك أعز أشكركم وأقول أتمنى لكم التوفيق في كل حاجة ويسعدكم زي ما بتسعدوا الناس يا رب والله حج انت بتفكرني بالطيبة والأصالة وأهل البلد الجدعان والله العظيم وشك كله طيبة وجدعانة ورجولة والله كله من أصلك والله العظيم انت راجل طيب ورجل سمح ورجل وجشك سمح والله ربنا يبارك فيك يا أستاذ والله قرضو مش عايز تقولي نقطة والله بقى البعض مش عايز اصلا أنا جاي شايفك قاعد بتفكر وسرحان وزعلان ونعمة بالله الحمد لله رب العالمين عايزين نتحق نتحق الله يقول نقطة جميلة نقول حاجة ربنا مش والله منفاكر نقطة ولا فاكر حاجة والله ولا فاكر موقف حصل لك دحكك ما فيش يا الله العظيم بالوقت انت عارف عتلان الهم زي ما يقولوا هو اللي بيكبر الواحد وبعتل الهم ويكبر وسئلنا يجدع الهم حاجة وانت ما شاء الله لسه شك كله الله يبارك فيك ويستاذ الله الحمد لله رب العالمين ربنا رزاق ربنا كبير والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين احنا وانتو يا ربوزكم كمان في طريق الخير ان شاء الله عم ممسوط ان لنت كنت معنا الله يكريمك الله بستاذ والله انا اسعد كمان والله ربنا سيجيكم زي ما برناموكم شغال يا رب العالمين سلام وانت طيب ورمضان كريم عليك إن شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم بالخير إن شاء الله وعى المسلمين جميعاً يا رب العالمين مع كلنا نبتل حد النهاية السلام عليكم عليكم السلام وعلى الله وبركاته إزايك حاجة؟ الله يخليك بركية الحمد لله إيه ماشي بتتماشى كده ولا؟ لا والله يعني مشوار طبع الشغل وكده يعني تشتغل فين حاجة؟ شركة فينس كم سنة حاجة؟ 65 ما شاء الله الله يخليك نوعاً متجوز وعندك أولاد؟ زوجتي متوفية عندي أربع أولاد وبنتين يعني بنت اتجوزت والسوبيان معايا بقى طيب حاجة إحنا برنامج صانع السعادة برنامج مسابقات مفروض إن إحنا بنسألك سؤال لو جاوبت عليه بيكون ليك جاهزة مادية قيمة إيه رأيك؟ ماشي تحتامل إنت كنت شغال يا حاجة قبل الفينوس كنت شغال في جوينة كنت مش في حركة برضو شغال عندك أحفاد؟ عندي أحفاد عندي أحفاد أولاً تلعب معهم طبعاً وتقدم معهم طبعاً لهم دول بالدينية يعني طب حاجة لو أنا سألتك وقلتلك من هو قائد جيش المسلمين في غزوة خيبر؟ سيدنا محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم المعلومة دي مرت عليك قبل كده؟ يعني قريبت عنها يعني قريبت عنها قبل كده قبلتك قبل كده المعلومة دي لو أنا سألتك سؤال تاني تجاوبني عليه؟ برضو ربنا سهل إن شاء الله كم عظمة في القفص الصدري للإنسان؟ هديك اختيارات خمستاشر تلاتاشر اتناشر اتناشر معلومة دي عندك مرت عليك قبل كده طب حاجة بتحب تلعب مع أحفادك؟ أكيد طبعاً أكيد ما فيش حد ما يحبش لعب مع أحفاده يعني أكيد بقيت بلعب معهم وبقعب معهم ونهزروا كده يعني بتشوفهم ويشوفوك ده كل أسبوع عندي التقريب مين ومين أحفادك؟ مين ومين أحفادك؟ كريم وسلاف كريم وسلاف كم سنة؟ سلاف سنة ربعة يعني أقول عشر سنين مثلاً وكريم في كيجوان ما شاء الله تبارك الله ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب طيب حاجة فاروق إحنا في برنامج سنة السعادة اللي بيجاوب على السؤال بيكون لي جايزة مالية قيمة فعايز أقول لك مبروك أنت كسرت معنا جايزة مالية قيمة عشان سلاف وكريم ربنا يبارك فيهم إن شاء الله الجايزة بتاعت الحاجة فاروق شكراً كل سنة وانت طيب ورمضان كريم عليك الله أكرم الله أكرم كل سنة ومصر كلها طيب وإحنا مبسوطين إن أنت كنت معنا في صنع السعادة ربنا خليك شكراً وشكراً معك يلي قلبك صافي وبريق معك كل لحظة يا أجمل صديق عشان دحكة صافية عشان كلمة دافية عشان فرحة تزهر في آخر الطريق سؤالنا تجاوب ونبدأ حكاية وتسعد قلوبنا في أجمل بداية جوابك يفدنا ولو كان بيئدنا معك كنا نبطل حد النهاية